السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم معاكم محمد عبلا هذا ان شاء الله هنتكلم على الاعداد الجيد بعتزر على التأخير لكن بعض الامور كده شغلتني والحمد الله في تجربة كويسة اللي انتم شفتها بوابة التعقيم دي ان شاء الله هشرح لكم الفكرة بقى من البداية لكن هو القصة ينقصها جزء التسويق وانا في مرحلة التسويق دلوقتي لما اخلص مرحلة التسويق هنزلكم الفيديو بالكامل اتكلم من البداية مداية الفكرة حتى التسويق والتجربة دي استفدت منها ايه وازاي عملت فكرة البوابة واشتغلت عليها ازاي كتجربة بالكامل ان شاء الله هنزلها لكم لكن احنا بنتكلم على الاعداد الجيد والموضوع ده جالي برضو من بوابة التعقيم وده لقيته نقطة مهمة مهمة جدا مهمة يعرفها المخترع حتى يعني مش حاجة مثلا هتخليه افضل لا دي هتخلي النتيجة افضل يعني دي حاجة مش هتعود عليك انت بس ده هتعود على النتيجة او الاختراع بتاعك بشكل افضل وشكل متميز ان شاء الله والاعداد الجيد زي ما قلتلكو هي الفكرة كانت اوجات لي من بوابة التعقيم بوابة التعقيم باختصار نفستها بعد تصميم واعداد ورقي طبعا ببنكتب بالفكرة بقى نبدأ نقول هننفزها ازاي كويس انا صممت اللي انا هننفز الفكرة بنفسي بالكامل في المكتب كويس يعني قلت هنفزها بدون الاستعانة باي حد يعني حتى لو حد صديقي كان حتى بيجي يقعد معي كنت يقول له لا حد بيقول لي محتاج مساعدة بقول له لا انا مصمم ان هنفزها لوحدي بالكامل زي ما قلنا صممنا الفكرة وكتبت الحاجات الادوات اللي انا عايزها والخمات رحت اشتريت الخمات والادوات قبل العيد بيومين 3 ايام العيد كنت عندي هدف اللي انا ننفزها في الفترة دي 3 ايام الحمد لله خلصت الفكرة في 3 ايام وبالكامل وكاملة ومتكاملة في اي حاجة نقصة الحمد لله الادوات اللي انا اشتريتها والخمات فعلا كاني يعني ايه بحط نفسي في تحدي خد الادوات والخمات دي بس مطلوبش حاجة تانية وتنفز الفكرة زي ما انت قلت وبالفعل حصل كده ونفست الفكرة وده لما جيت افكر ايه السبب لقيت فعلا لانا عملت اعداد ورسومات وكتبت اوراق كتير وكتبت الفكرة كزا مرة ورسومات وخطط علشان انفز وفعلا الخطة نجحت دي لقيتها حاجة ايجابية ومهمة اللي انا نقلها كخبرة للناس طيب الاعداد الجيد طيب حيفيدك في ايه ممكن حد يقولي يعني انا لسه ناشي لسه حد حتى في براقة الاختراع هنقول مثال بقى عملية على طول يعني بداية من الفكرة انت عندك فكرة او اختراع بتفكر فيه او مجموعة من الافكار كويس هيفيدني في ايه الاعداد الجيد انت دلوقتي عندك فكرة هتبدأ تعمل لها اعداد بقى لوضع على الورق زي ما انا عملت علشان ابدأ بعد كده ايه انفز كويس بتبدأ تعمل الفكرة على الورق دي او الخطط بتبدأ بعد كده اتعندك جزء البحث جزء المقارنة الفكرة دي موجود شبيه ليها ولا لا مجموعة من الاعدادات زي ما قلنا احنا بنعملها على ورق وده اعداد ممكن تعمل اعداد عادي كويس وممكن تعمل بحث عادي وتعمل رسوات عادية لا وممكن تعمل اعداد جيد انك انت بتتعب على الفكرة انا الحمد لله لو يبقى عندي حاجة اشان كده ممكن اتشغل ما قررش انزل فيديو لاني لما بركز في موضوع باشتغل عليه فعلا بجد وبتعب فيه جدا علشان اوصل نتيجة اللي هي ترضيني وتكون نتيجة متميزة علشان كده بدي اختار فكرة او حاجة عايز تنفسها اتعب عليه انت لو ما تعبتش هلقمش هتلاقي نتيجة على قد تعبك هتلاقي نتيجة يعني على قد ما احنا نتعب ونعمل مجهود ونحس بقلم وواجع هتحس بنتيجة فهنقول عملنا اعداد جيد للفكرة رسمنا الفكرة كويس جدا عملنا الابحاث بتاعتنا والمقارنات خلصنا الفكرة وبدأت توضح الفكرة ويباني انها فكرة بجد ينفع تعملها برات اختراع جينا على برات الاختراع كويس احنا هنبدأ نتحرك من البيت رايحين بكتب برات الاختراع بكتب برات الاختراع بقدم لهم الفكرة فورق وعلى فلاشة بيشوف الفكرة تمام ممكن يطلب منك بعد التعديلات في حالة اللي انا رايح عادي مش عامل اعداد انا رايح هقدم برات اختراع وخلص هيبدأ يطلب مني تعديل طيب انا هعمل ايه في التعديل هتاخد الفلاشة هتبدأ تطور على اي مكان بقى عشان اتعدل فكرة وموضوع ده حصل معي مرتين كويس ومرة اضطريت امشي ودي كمان ازبوع علشان انا وقت مش فاضي لنا اجي تاني يوم بعد كده قلت طيب انا اعمل اراتب نفسي كويس بقيت اخد معي اللاب ودي الحمد الله اللي شغل بها دلوقتي اللي اخد معي اللاب بتاعي الاوراق معي الفايلات مكتوبة ومعي نسخ عندي طبعا على اللاب يطلب مني تعديل بسرعة بعمل التعديل في خلال دقايق بكون ما اقدم تاني لخاصة لنفسي وقت واسبوع طويل من التعديل او النزول والطروة ده بمجرد ان اعملت اعداد كويس ده خلاني اخد خطوة اسرع هنخش بعد كده مثلا انا عايز اتسوق فكرتي الحمد الله احد الشباب المخترعين انما انا على القناة هنا اقدر اللي هو يسجب اختراعه وبعد كده اتكلمني بردو اه 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 اطلق طيب ابدأ يسوق على شركات اه بالفعل يعني تي حاجة اعملي طيب الشركة نفسها اللي محتاج اعداد طبعا انت بتقدم الشركة اه بتارد عليهم الفكرة بتاعتك محتاج انك انت تقدم شلاير او حاجة تشرح الفكرة بتاعتك تاني حاجة برضو مهمة من الملاحظات انك انت بتقدم الفكرة بتاعتك كمنتج مش بتقدم لي تفاصيل داخلية للفكرة او الفكرة تكون وطع يعني اللي بص عليه كده اه يشوف التفاصيل لأ لازم تقدم الفكرة كمنتج كأنك انت بتقدمها للعميل في مرحلة اللي هو عايز تخش في مرحلة الانتاج دي واي تفاصيل جاي بعد كده دي محتاج عقل مينفعش مجرد بس اللي هو احنا تكلمنا يبدأ يشوف تفاصيل داخلية هنخش على النقطة الثالثة واي موضوع مسلا السفر للخارج انا عايز ابدأ خش لمعارض دولي كويس فانا معي الفكرة وعملتها مع بغارة الاختراع اه هقدم على معرض دولي بحثت عن المعارض الدولية خلاص من سافر اكيد في فرق ما بين اللي انا سافر دولة عربية واني اسافر دولة أربية واجنبية كويس يعنى في حيات من اسافر دولة عربية اكيد احبة معي اعرض فيديو باللغة العربية الجهاز معي معي الادوات معي القمات بتاعتي اه يعني اى حاجة بتوضح الفكرة ممكن انا بمعي قمات اهل التوضيح يعني على حسب الجهاز في حيكون ايه المهم اللي انا كل حاجة معي يعني انا ما ينفعش مثلا يبقى الجهاز مثلا بيقص خشب ومعيش الادوات بتاعته مثلا انا الخمال بتاعته لأ انت بتعرض الفكرة زي ما قلنا متكاملة فده اعداد في فيك شوفت الناس بتعرض فكرة لكن مثلا يقولك الجهاز والسنة معيش طيب ليه معكش ليه ما عملتش اعداد جيد فكل حاجة ادوات خمالت اي حاجة انت محتاجها ان شاء الله ورقة هتكتب عليه لازم يكون معيك كويس البانر اللي بنعرضه لغة عربية زي ما قلنا فيديوهات فلاير كل حاجة بتاعتي كروت نوتا للملاحظات برضو لحد دقة الملاعظة حتى برضو في موضوع الشركات مهم يكون معك نوتا تشوف ملاحظات وردود الافعال ايه وتبدأ تكتبها الملاحظات اللي انت شايف عشان انت تستفيد اكتر يعني ممكن النوت الصغيرة دي تفيدك في موضيع كتير نركع تهالي المعرض احضرنا المعرض ده في حالة الدولة العربية طيب دولة اجنبية اكيد العرض مختلف فيديو اكيد باللغة الانجليزية عرض باللغة الانجليزية وهكذا كل اعداد بيوفر علي وقت بيوفر علي لغبطة انا كنت مرة في معرض في دولة عربية احد المخترعين ممكنش عارف يعمل ايه يعني كان عنده شوية حاجات نقصة درجة راح اشتري شاشة التلفزيون عشان يحطها عشان يعرض عليها الفكرة بتاعته لانه مش عارف مكانش ناسة يجيب اللاب او ما هي ممكن شوية اللغبطة دول يعطلوك يخسروك فلوس يضيعوه وقت يخلوك تمشي من المكان عشان تروح تدور على حاجات اما عنده ممكن حاجاتك تتسرق او كذا باختصار الاعداد الجيد اختصار في الوقت والمجهود تاني او تالت حاجة بيوصلك للهدف بافضل طريقة باشكركم واتمنى الفيديو ده يكون مناسب ويعني محفز من نسبالكم وتبدأوا بالاعداد الجيد وان شاء الله يكون في فيديو الجمعة القادمة ان شاء الله هيكون في مواضيع جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته